اشتركوا في القناة مكتب سمو رئيس الحرس الوطنية وذلك في معسكري لسخير ورحب سمو رئيس الحرس الوطني برئيس هيئة الأركان المشتركة والوفد المرافق له مؤكدا المستويات المتقدمة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وما أثمر عنها من زيادة مستوى تبادل الخبرات وتنفيذ التمارين والتدريبات المشتركة بين الحرس الوطني والقوات المسلحة الباكستانية لرفع القدرات القتالية لدى المؤسستين العسكريتين من جانبه عبر الجنرال النديم رضا رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة عن شكره لسمو رئيس الحرس الوطني على حرصه واهتمامه بتطوير مستويات التعاون بين الجيش الباكستاني والحرس الوطني تأكيدا على العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين كما شاهد اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين ترجمة نانسي قنقر